مبادرة احلال السيارات تحققت نجاحات كبيرة منذ انطلاقها عام 2021 والحقيقة انه في الفترة الاخيرة كان فيه الكثير من التطورات اخرها انه المبادرة بدأت انها تشمل محافظات جديدة بالتالي فيه كثير جدا من الاسئلة والاستفسارات عن المبادرة هنحاول نهاردة من خلال حلقتنا نحن نرد على كل استفساراتكم من خلال لقاءنا بالدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية اهلا بيك معنا يا دكتور اهلا بيك يا فهم دكتور طارق يعني في الاول يعني عايزين بس نفكر المشاهدين او بعض المشاهدين اللي ممكن يكون عندهمش علم بي المبادرة مبادرة احلال السيارات اللي بدأت في عام 2021 كان ايه الهدف منها المبادرة منذ انطلاقها في 2021 وكان السيد رئيس الجمهورية اعلن عن المبادرة في يناير 2021 هذه المبادرة كان الهدف الاساسي منها هو المواطن المصري بمعنى ان كان الاساس في المبادرة ان المواطن يتمتع بالحصول على سيارة جديدة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعي بديل عن سيارته المتقدمة اللي مر عليها 20 سنة فاقصر ولذلك المبادرة خصصت موقع الالكتروني للمواطنين منذ هذا التاريخ للتسجيل عليه والمشاركة في المبادرة طيب دكتور طارق يعني عرض المستهدين بقى من المبادرة الحد دلوقتي قد ايه وتم تسليم كم سيارة الحد دلوقتي يعني منذ انطلاق المبادرة في يناير 2021 كما ذكرنا بدأ التسجيل على الموقع الالكتروني كان هناك العديد من الطلبات ربما وصلت لو حصرناها منذ البداية الى اكثر من 150 الف طلب ولكن في خلال اجراءات المبادرة وبالتحديد في شهر مارس 2021 تم عمل بعض التعديلات على الموقع الالكتروني كان اهمها انه هو بيحدد المحافظات المشاركة في المبادرة لان كان نتيجة الاعداد الكبيرة دي ان كان هناك من غير المحافظات المشاركة كان يتقدم وبالتالي كان الاعداد كثيرة منذ مارس 2021 بدأ الموقع الالكتروني يتعامل مع المواطنين اللي هم تابعين للمحافظات المشاركة في هذه المرحلة كان عدد المحافظات في المرحلة الاولى كان محافظة وليه تم اختيار هذه المحافظات بالتحديد المحافظات بدأت بسبع محافظات هم القاهرة الجيزة الاليوبية الاسكندرية بورسعيد السويس والبحر الاحمر وهذه المحافظات لماذا بدأنا بها بالفعل ان هذه المحافظات كانت تتمتع بالبنية الاساسية اللي بتتطلبها المبادرة هذه البنية بتتمثل في اولا وجود عدد مناسب وعدد وافر من محطات تموين الغاز الطبيعي داخل المحافظة اللي بشارك فيها المواطنين هذا بالاضافة الى ايضا لابد من ان المحافظة المشاركة يتوافر فيها مكان لتجميع السيارات القديمة وهو ما يطلق عليه ساحات التخريد وكان السبع محافظات دول هم بالفعل اللي بيملكوا البنية التحتية بزرق فتم البدء بيهم في المبادرة طب وفق المعلومات اللي عندنا انه دلوقتي دخلت محافظات جديدة ضمن المبادرة ايه هي اهم المحافظات ونقدر نقول بقى انه المحافظات الجديدة اللي دخلت عندها بقى البنية التحتية اللازمة بقى اللي بدء المبادرة فيها بالفعل منذ ربما شهرين بالتحديد تم الاعلان عن مشاركة محافظتي الاكسر واسوان لان بالفعل كان تم تجهزهم بالبنية الاساسية اللي احنا ذكرناها وبالفعل تم اتاحة مشاركة مواطنيها على الموقع الالكتروني للمبادرة وايضا تم ادراج مدينة شرم الشيخ هي داخل محافظة جنوب سيناء ويمكن مدينة شرم الشيخ كان لها يعني نقول الاولوية في المشاركة في المبادرة نتيجة ان هناك مؤتمر المناخ الدولي اللي سوف يعقد في نوفمبر كان مهم جدا طبعا بالضبط لان طبعا مدينة شرم الشيخ معلنة انها مدينة خضراء وبالتالي وهذا المؤتمر ايضا يعني بهذا الامر وبالتالي كان لابد من مشاركة مدينة شرم الشيخ وبالفعل تم اتاحة المشاركة المواطني مدينة شرم الشيخ في المبادرة على الموقع الالكتروني للمبادرة طيب دكتور طارق يعني اكيد الناس اللي بتشوفنا دلوقتي عايزين يعرفوا ايه بقى الشروط والمعايير المطلوبة وعلى اي اساس بيتم اختيار يعني الموافقة على الطلبات اللي بتتقدم يعني قبل ما نقول الشروط والمعايير هنقول برسي نسكر ان الاعداد اللي بنتعامل عليها مع الموقع الالكتروني دلوقتي وصلت ربما ما يقرب من 39500 طلب ده يعتبر ان في اقبال يعني بتعتبر ان ده اقبال بالضبط لان طبعا ده اقبال ومش ده المقاس الاساسي للطلبات المحافظات الاخرى والمواطنين الاخرين اللي هم منتظرين مشاركة محافظاتهم هناك الاف منتظرين هذا الامر متوقع ان المبادرة تشمل بقى كل محافظات الجمهورية وفق بقى المراحل المختلفة بالفعل هناك توجيهات رئاسية دائمة بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين وبالتالي للمحافظات وهناك توجيهات صدرت بالفعل لسادة المسؤولين من وزراء من المحافظين بتجهيز باقي المحافظات واي محافظة هتجهز به البنية الاساسية اللي احنا ذكرناها من توفير محطات تموين للغاز الطبيعي وسحات تخريض السيارات القديمة سوف تشارك بغض النظر عن مسمى المرحلة طيب عايزي تتكلم على الشروط والمعايير المحددة يعني لأي شخص عايز يتقدم بنقول ان المبادرة منذ انطلقها وكما ذكرنا حددت موقع الكتروني للمشاركة عليه هذا الموقع بيسمى باللغة الانجليزية جو جرين مصر ولكن يستطيع اي مواطن اللي نكتب باللغة العربية الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئيسية لإحلال السيارات يطلع له نفس الموقع وعبر البيانات المطلوبة اهمها هي بيانات رخصة السيارة القديمة وبيانات الرقم القاومي الخاص بمالك السيارة بيدخل هذه البيانات وبتطلع له رسالة في التوع اللحظ بتقوله ان بياناتك صحيحة وتستطيع المشاركة وبيحصل على رقم طلب يحتفظ به لانهاء باقي الإجراءة هل في سن محدد يا دكتور؟ بالفعل هناك بعض الأمور اللي لازم تتوافر فيه المشترك او المتقدم للمبادرة اهمها ان يكون مواطن مصري الجنسية ان السن في حالة التقسيط لان المبادرة بتتعامل مع شقين شق تقسيط وشق كاش في حالة التقسيط السن لابد ان يتراوح من سن 21 سنة الى 65 سنة وما فوق سن 65 سنة وشاركة فيه نظام الكاش والتمتع بباقي مميزات لكن ما يقصرش ما يقصرش طيب يعني لو شخص بقى معاه توكيل هل يقدر يقدم بالتوكيل اللي معاه ولا لازم يكون معاه سبوط الملكية لان فيه ناس بتبيع لناس بتوكيل بالضبط لا احنا بنقول من شروط المبادرة ان بالنسبة للملكي لابد ان يكون ملك السيارة مر على تاريخ ملكيته للسيارة سنتين على الاقل اما بالنسبة للتاكسي والمكروس لا لا لان التاكسي والمكروس ليهم آلية خاصة هو كده كده ملك السيارة التاكسي والمكروس بيجدد سنويا بطريقته عن طريقه المرور لكن بنقول طب ليه شرط السنتين لان البعض يعني بيقول انتوا ليه حطيني شرط السنتين لملك السيارة بنقول اولا هو الشرط ده كان مع بداية المبادرة كانت ثلاث سنوات وبعده مع المقترحات وطلبات الموطنين قلستوا المدة لسنتين ليه بقى السنتين لأن أولا إحنا لاحظنا في بداية المبادرة أن هناك البعض يستغل المبادرة وبدأ يجمع السيارات القديمة نقول التجار بمعنى صح يعني بدأ يجمع السيارات القديمة من المواطنين بغرض المشاركة في المبادرة وبالتالي التيسيرات وتسهيلات والدعم الموجود داخل المبادرة سوف يذهب إلى غير مستحقي الأمر الثاني أن برضو موضوع السنتين كان الغرض منه في الأساس هو نقطة نظام لتدفق الأعداد على الموقع الإلكتروني لأن احنا بنقول أن المشاركة في المبادرة بالنسبة للملاكي هي أكبر الأعداد المشاركين بالنسبة للتاكسي أو المكروباس أعداد الملاكي أعداد أكبر ربما مئات الأضعاف لأن هذه المبادرة هي المبادرة الأولى التي تخاطب هذه الفئة من الملاكي السيارات لكن التاكسي كان لي مبادرة سابقة في 2010 ولذلك وضعنا شرط السنتين للحد من تدفق الأعداد والذي يبقى فيه نقطة نظام على الموقع الإلكتروني لكن لازم يكون العربية يعني بقالها 20 سنة يعني لو بقالها 18 سنة لا لا يعني ليه احنا ارتبطنا برضو بهذا الأمر 20 سنة فأكثر لأن قانون المرور بيحتم على السيارات الأجرة التاكسي والمكروباس أنه يقوم بالإحلال بعد مضي 20 سنة على تاريخ الصنع العربية سواء داخل المبادرة أو خارجها ده قانون ولذلك احنا ارتبطنا بهذا الأمر مع السيارات الملاكة أن أي سيارة لابد نكون مرة لها 20 سنة فأكثر طيب دكتور طارق بقى عايزين بقى نوضح للمشاهدين يعني هل المبادرة هذا العام تضمنت مميزات جديدة ايه المميزات اللي ممكن تتقدم للمواطنين اللي هتقدموا للمبادرة المبادرة منذ انطلاقها وضعت بعض التيسيرات والمميزات والدعم المباشر للمواطن أهمها أولا أن المواطن داخل المبادرة بيجد أن هناك تخفيض في أسعار السيارات عن مسيلاتها في السوق خارج المبادرة بنسبة الدائتين النسب بتتفوت من مركة إلى أخرى ولكن هناك فارق بين السعر داخل المبادرة وخارج المبادرة وهذا التخفيض احنا المبادرة بتحصل عليه مباشرة من الشركات المنتجة للسيارات ليه؟ لأن المبادرة تتعامل مع الشركة المنتجة مباشرة دون عصيط يعني ما فيش لا وكيل ولا تاجر بنتعاملها ببطل وسط الأمر الثاني أن المواطن بيجد أن هناك قرد بيمنح لي تسهلات ائتمانية هذا القرد بيسدد له تمن السيارة بالكامل بمعنى أنه ما بيتحملش عباء سداد أي مقدمات ما بيقدمش هو بيدخل على القصة على طول ما بيتحملش عباء وجود ضامن المواطن هو ضامن نفسه الأمر الثاني أن البنك المركزي بيشارك بحوالي 31 بنك من البنوك العاملة في مصر سواء بنوك عامة أو خاصة هذه البنوك بتوفر هذا القرد عبر فائدة ثابتة ومخفضة جدا قدرها 3% ده بالرغم يعني ما تغيرتش الفائدة دي بالرغم من الظروف العالمية بالضبط كده يعني يمكن ده من المميزات اللي موجود داخل المبادرة وما زالت ثابتة إلى الآن هذه الفائدة ثابتة كما ذكرنا وده طبعا يعني إذا كورن بي الفائدة خارج المبادرة لا ده تبير جدا أه أتعدي طبعا أضعف وأنظمة الدفع بتختلف يعني ممكن مثلا يدفع قصة من يعني على مدار يعني سنوات محددة ولا ممكن الشخص يختار يعني برضو دي من المميزات المبادرة تحتها للمواطن إن هي تحت له إما السداد عبر أقصاد 7 سنوات أو 10 سنوات حسب اختياره حسب قدرته المالية على السداد وده أيضا لا يتوافر خارج المبادرة من التسيرات أيضا التسيرات أن المبادرة بتتيح للمواطن وسيقتي تأمين أحدهم على السيارة ضد السارقة أو الحوادث أو الحريق أو ما إلى ذلك والأخرى على المواطن نفسه في حالات العجز أو حالات الوفاة وهذه الوسائق مخفضة السمن حوالي 50% عن أسعارها خارج المبادرة في السوق العام الأمر الأهم إن المبادرة بتتيح للمواطن حافظ أخضر هذا الحافظ بتسدد وزارة المالية نيابة عن المواطن إلى شركة السيارات مباشرة كمقدم للسيارة الجديدة هذا الحافظ في حالة السيارات الملاكي بيقدر بنسبة 10% يعني الحافظ الأخضر مش ثابت وعلى حسب هو ملاكي أو أجرى أو على حسب نوع السيارة لا حسب ملاكي أو تاكسي أو ميكروباس بالنسبة للملاكي 10% من 8 السيارات الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه الميكروباس 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه ده بتسدد وزارة المالية نيابة عن المواطن إلى شركة السيارات مباشرة كمقدم للسيارة الجديدة الأمر الأهم أيضا بالنسبة للمواطن أنه بيتسلم سيارته الجديدة محملة باستوانة الغاز الطبيعي يعني ما بيتحملش أعباء تركيب هذه الاستوانة مثل ما يحدث خارج المغادرة يعني كمان اللي بيأخذ العربية أنه ممكن تشتغل بشكل مزدوج سواء بنزين أو غاز طبيعي بالضبط لأنه بطبيعة الحال من الناحية الميكانيكية والهندسية السيارة محملة بالنظام المزدوج البنزين والغاز الطبيعي طبعا مش هنقدر نتكلم على المركات لكن عدد الشركات السيارات المتعاملة مع المبادرة كم شركة؟ يعني هم حوالي خمس شركات من الشركات الوطنية اللي عاملها داخل جمهورية مصر العربية ولكنها تحمل مركات عالمية وهذه المركات هي الغالبية لاستخدام في الشارع المصري هذه الشركات بتتيح حوالي تسع مركات هذه المركات بتتيح حوالي واحد وعشرين طراز منها والمواطن بيستطيع الاختيار اللي هو عايزه ده كله معلن على المواقع الإلكتروني يستطيع اختيار ما يتناسب مع اختياراته الشخصية أو مع فدراته المالية طيب دكتور صارق فيه ناس بيقولوا أنه المبادرة بتاخد العربيات ببلاش يعني ترد بيه على الكلام ده؟ يعني هنقول للمواطن وبطبيعة الحال المواطن المصري عنده حس جيد في مواضيع الشراء ومواضيع العرض للبيع والشراء والكلام ده هنقول أن الأعداد اللي بتتدفق على الموقع والأعداد اللي طلبه المشاركة بتدل على أن المواطن عارف أن هناك استفادة كبيرة داخل المبادرة ولكن نقولها كده بالبالدي زي ما نقول احنا لو جبنا المواطن جاب بورقة وأسامها نصين شوف أنت خارج المبادرة هتجيب سيارة جديدة موديل للسنة بكام وداخل المبادرة هتجيبها بكام وإحسبها لأن البعض بيقول أن العربية القديمة بتجيب لي مبلع كذا وعربية عزيزة علي ومركة فلانية لكن احسبها وشغالة يعني من احسبها أنت هتبقى العربية بكام هتجيب بقى جديدة بكام هتدفع فايدة قد إيه ما عندكش مويزات زي حفز الأخضر ما عندكش مويزات زي وسيقة التأمين ما عندكش قارض مخفض بثلاثة في المية كل ده هي لأ أن هناك فارق كبير بين هنا وهناك أعتقدها لحد دلوقتي كم سيارة تقريبا؟ يعني خلينا نقول لأول إحنا سلمنا كم سيارة يعني ربما حتى أمس سلمنا حوالي 21.400 سيارة وأعتقد أن العدد ده مناسب جدا بالنسبة للمتقدمين احنا قلنا حوالي 40.000 يعني حوالي سلمنا حوالي أكثر من 50% من المتقدمين نتيجة هذا أنه تم تخريد ربما برضو حتى أمس حوالي 21.200 سيارة والجاري تخريد الباقي هل في شروط لرخصة السيارات اللي بيتم تخريدها؟ أولا مع بداية المبادرة ومع بداية إجراءات المواطنة على الموقع الإلكتروني لابد أن يكون السيارة القديمة رخصتها سارية منذ بدء الإجراءات وحتى نهاية الإجراءات وآخر حاجة في الإجراءات هي التخريد لابد أن يكون الرخصة سارية أيضا يكون العربية كاملة بمكوناتها الأساسية اللي هي مثبتة على الرخصة ليه؟ البعض يقول لي طبع أنت هتاخد ليه المكونات اللي أنت بعد كلا هتتريم الغرض من تخريد السيارة في الأساس هو التخلص من هذه السيارات تماما وأي مكونات لها لضمان عودة هذه السيارات مرة أخرى أو أي مكون منها إلى السوق والشارع المصر وبالتالي بيتم تخريد هذه السيارات أن هناك إحدى الشركات بتتولى تقطيع هذه السيارات إلى أجزاء معدنية وأجزاء مطاطية وأجزاء زجاجية بيتم صهر المعدني وطحن الزجاجي والمطاطي وعادت تدورهم في صناعات أخرى بعد ذلك وده زي ما قلنا ضمانا لعدم عودة هذه الأجزاء مرة أخرى للشارع المصر سواء السيارة كاملة أو قطع غير منها نتوقف مع هذا الفاصل ونرجع مرة تانية نستكمل حوارنا عودة مرة أخرى بنستكمل حوارنا مع دكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات دكتور طارق فيه البعض بيقول أنه فيه بطء في تسليم السيارات الجديدة هل ده صحيح؟ يعني نقدر نقول أنه هو صحيح ولكنه يعني بطء مقبول لعدة أسباب يعني إحنا المبادرة منذ بدايتها في 2021 كان مستهدف لها المرحلة الأولى ثلاث سنوات وكان مستهدف عبر الثلاث سنوات أن يتم إحلال حوالي 250 ألف سيارة يعني معدل تقريب حوالي 80 ألف للسنة ولكن مع الأحداث اللي مرت بيها الأمور واللي مرت بيها العالم وظروف العالمية بدايتها من جائحة كورونا والأزم العالمية بزرق يعني كان جائحة كورونا هي الأساس ونتيجة هذه الجائحة قل إنتاج السيارات على مستوى العالم وليس داخل مصر فقط وإحنا بطبيعة حلقة ما ذكرنا أن الشركات المنتجة للسيارات داخل مصر هي مرتبطة بمركات عالمية وبالتالي أثر عليها قلة الإنتاج العالمي على إنتاجها لأن كان هناك أحد مكونات السيارات على مستوى العالم كان هناك في نقص شديد وهو ما يطلق عليه الرقائق الإلكترونية الاستيراد يعني بالضبط يعني الرقائق الإلكترونية دي أحد مكونات السيارات الحديثة بصيفة عامة سواء المشاركة في المبادرة أو خارج المبادرة ودي أثرت بالفعل قلة إنتاجها على إنتاج السيارات على مستوى العالم وبالتالي تأثرت إنتاج السيارات داخل مصر والمبادرة تابعة لهذا الأمر الثاني كان هناك أيضا ظروف عالمية في الشحن الدولي ما بين الدول لأن كان هناك قلة في العمالة في الشحن لنتيجة فيروس كورونا وبالتالي تأثرت تبادل المكونات وتبادل قطع الغيار بين الدول وده أثر أيضا على إنتاج السيارات هذا بالإضافة زيما أتر ذكرتي هناك أمور سياسية نتيجة الحروب والأمر الذي أدى إلى بعض الأمور في قلة الإنتاج وبعض الأمور أيضا في ارتفاع أسعار الصرف للعملات بصفة عام السيارات زادت أسعارها بنسبة كم في المية؟ تقريبا يعني الأسعار على مستوى العالمي زادت طبعا زي ما نعرفين أرقام فلاكية ولكن نقول داخل المبادرة ربما الأسعار ما بين 10% إلى 25% دي حسب الموديل وحسب المركة المعمولة يعني اللي بيقدم درباتي بيقدم على الأسعار الجديدة؟ هناك أسعار تم تعديلها والإعلان عنها عبر الموقع بالضبط وهناك أسعار ما زالت ثابتة وإحنا دائما الأسعار بالذات بيتم دراستها من قبل إدارة المبادرة لأننا في برتقول موقع ما بين إدارة المبادرة وشركات إنتاج السيارات هذا برتقول بيقول أن في حالة طلب زيادة الأسعار لأي سبب لابد من تقديم طلب من الشركة المنتجة لهذا الأمر بيدرس هذا الطلب وبنشوف الأسباب اللي أدت إلى هذا التعديل وإذا كانت أسباب منطقية مقبولة بيتم قبلها وإذا لم يكن بيتم منقرتها مع الشركة وتفاوض بشأنها طيب وحنا بنتكلم عن السيارات اللي موجودة في المبادرة هي محلية الصناعة هل بقى فيه تنسيق ما بين الوزارات المختلفة والهيئات المختلفة لأنه يعني فكرة إنتاج شركات المحلية ده مهم جدا باعتبارها أولوية لتوطين الصناعة الوطنية في مصر بالفعل أن المبادرة هناك شركاء للمبادرة من جهات معنية زي وزارة التجارة والصناعة وزارة البترول وزارة البيئة وزارة الداخلية كل هذه الوزارات معنية بأمر الإنتاج عمتا ورقابة الإنتاج على مستوى العام سواء للمبادرة أو للسوق العادي خارج المبادرة وهذه الجهات تقوم بدورها في الرقابة على هذه الشركات ومساعدتها أيضا في أنها تصل بإنتاج مميز وإنتاج يتواكب مع الإنتاج العالمي ويمكن هذا أيضا يتضح من أن هناك توجيهات رئاسية والتوجيهات الوزارية بأن توطين الصناعة في مصر وخاصة صناعة السيارات وهناك استراتيجية بالفعل وضعك لهذا الأمر وهناك بعض الأمور التي تتخذها الجهات المعنية من أجل دعم وتشجيع هذه الصناعة في مصر في بعض الأسئلة المهمة الخاصة بالمواطنين إزاي المواطن يعرف أنه تم الموافقة على الطلب الذي تقدم به عبر الموقع؟ زي ما ذكرنا أنه مجرد تسجيله على الموقع بياخد رقم الطلب هذا الرقم معناه أنه قبلت في إنهاء إجراءاتك بيبتدي بعد ذلك مجرد ما بيحصل على الطلب وموافقة بالمشاركة بيخش يختار السيارة اللي هو عايزها حسب ما يتناسب مع قدراته المالية ومع اختياراته الشخصية إذا كان ملاكي أو تاكسي أو ميكروباس وبمجرد اختياره السيارة والشركة بتديله موافقة مبدئية بيتوجه إلى البنك المقرد وهو بيختار من الـ 31 البنك البنك اللي هو عايزه وهذا البنك قد يدي له موافقة مبدئية بعد ما بيستوفي المستندات المطلوبة منه وهي على الإسباك للدخل بما يفي أن هو يستطيع الوفاء بالأقصاء المستزمات والأقصاء إلى جانب بعض المستندات يتدل على الإقامة أو العمل وما إلى ذلك بمجرد موافقة البنك المبدئية الشركة السيارات بتبتدي تخصص له السيارة معنى التخصيص أن هذه السيارة بتأخذ رقم شاسية ورقم أطول باسم المواطن اللي حاجز وبالتالي يبتدي ينهي إجراءات القرد ويتسليم عربيته القديمة واستلام سياراته القديمة لو مواطن قدم مثلا معلومات غير مكتملة أو معلومات خطأ هل بقى بيدخل على الموقع ويقدم طلب جديد ولا يقدر أنه يغير في المعلومات الأقدمة أثناء إجراءاته على الموقع واستفاءه للبيانات بيطلعوا رسائل دائما أن بياناتك ده غير مستوفي أو مستوفي أو خطأ أو استكمل وعليه الاستكمال والتعديل ويجوز ليه من التعديلات اللي تمت على الموقع أن أجزنا له أنه يعدل في بياناته إذا رغب أنه يضيف بعض المستندات والبيانات المطلوبة منه لإثبات الدخل أو إثبات الأقامة وما إلى ذلك الحالة الوحيدة اللي هو المواطن يستطيع أنه بعد ذلك أنه يتقدم من جيد حجة من الاتنين إما أنه طلب أنه ينهي العلاقة مع الموقع لأي سبب خاص به وبينهي الطلب وعايز يشارك تاني برضو بنتحل أنه يشارك مرة طيب دكتور طارق سؤال أخير بس عشان وقت البرنامج في ناس عندها مأخاوف من تأثير المبادرة على مبادرات أخرى هم مشاركين فيها هل في أي تأثير؟ بنقول أن المبادرة لا تتعارف مع أي مبادرات أخرى وأن المبادرة متاحة للجميع ولكن هو المواطن لابد أنه يعلم أن أي مبادرة بتتطلب لي بعض الأمور اللي تتعلق بأموره هو خاصة دخله طالما أنه يستطيع الوفاء بالأقصاد في أي مبادرة ومبادرة أخرى فطبعا أي مبادرة لكن ما فيش أي تعارض بين المبادرة دكتور طارق أعوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لأحلال السيارات بشكرك شكرا جزيلا على هذا شكرا لك بشكر كل أستاذ المشاهدين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة